دعت طبيبات في محافظة المينيا إلى إضراب عام عن العمل بالوحدات الصحية على مستوى الجمهورية إلى حين انتهاء التحقيق ومحاسبة المتهمين في وقاعة مصرع مجموعة من الطبيبات أثناء ذهبهن للتدريب في القاهرة دعت الطبيبات في بيان لهن إلى وقفة احتجاجية بتغطية صحفية وإعلامية للتأكيد فيها على مطالبهن والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة وأخذ قرارات حاسمة فيما يخص مشاكل الأطباء بالإضافة لتقديم الدعم الكامل لأهالي الضحايا والمصابين وكانت نقابة الأطباء أعلنت أنها ستلاحق المتسببين في وفاة زملائهم معتبرين أن الحادثة جاء بسبب تعنت وزارة الصحة وتعسفها في حضور الطبيبات للتدريب